إلى ملف التصعيد في لبنان ونبدأ سياسيا حيث شدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتجنب التصعيد العسكري على حضود لبنان الجنوبية وحماية المدنيين وضبط النفس والحلولة دون تساع دائرة النزاع في المنطقة وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي جاسم بن محمد لبديوي في بيان أصدره مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره ونوها إلى ما جاء في البيان الوزاري لدول مجلس التعاون الداعي إلى ضرورة تنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي تضمن ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلاة واتفاق الطائف ترجمة نانسي قنقر